برحب بكم أنا أمينة نور الدين أستاذ الماديكال مايكروبيولوجي في كل الطب إسكندرية أنا حابة أكلمكم النهاردة على حاجة بسيطة جداً اللي هي الوقاية من الأمراض الميكروبية يعني زي ما بيقولوا الوقاية أهم من العلاج فعلاً دي مقولة صحيحة وأنا حاجات كتيرة قوي ممكن أمنعها من الأمراض الميكروبية بأن أنا حاجة بسيطة جداً أن أنا أخسل إيديا بأخسل إيديا بعد ما حطتها على أي مكان ملوس بعد ما تعاملت بيها في الشارع ولمست أسطح مش نظيفة وكفاية قوي الماء والصابون كتير في وسائل إعلامي يتكلموا على المطهرات وأنواحها وده أحسن وده أفضل لا ببساطة غسيل الإيدين بالماء والصابون هو أفضل طريقة لمنع العدوى كمان لما يكون عندي كحة أو عطس يعني بطريقة بسيطة جداً أن أنا أمنعها كده أعطس كده أكحها كده همنع الرزاز أنه ينتشر في منطقة كبيرة قوي حوالي يعني مجرس بسيطة أو بنقول عليها احتياطات بسيطة جداً تمنع العدوى كمان عايزة أقول حاجة للأمهات اللي هي عايزة تحبس ولادها في بيئة يعني بتقول عليها أنها بتحميهم جداً ما تنزلش هنا ما تلعبش هنا ما تركبش ده ما تروحش ده ما تنزلش على الأرض ما تلعبش في التراب لا ده غلط خالص المفروض أن الأطفال بيكتسبوا المناعة بتاعتهم للأمراض الميكروبية من كتر ما يتعاملوا مع الميكروبات بطريقة في حياتهم العادية يتعاملوا معها يلعبوا على التراب يلعبوا على الأرض في الصالة في الليفينغ مش ضروري أبداً الصالة أو الصالون أو السفرة أو الحتة اللي بنقعد فيها كلنا أنها تتطهر بمطاهرات لا ويت حاجة بسيطة مسح رطب أن أنا أشيل التراب لأن التراب هو اللي بتلزق عليه الميكروبات والأطفال يلعبوا في أي حتة كل الحكاية أنهم قبل ما يأكلوا أو لايتهم حيدعاكوا عن إيهم أو يحطوا إيديهم على بققهم أو مناخيرهم أن أنا أخسل إيدهم بالماء والصابون مش بالمطاهرات بالطريقة دي أنا كل إنسان عنده اللي هي الميكروبات الطبيعية بتاعته هي بتحميه وبتقيه من أمراض كتيرة كل الحكاية أنه قبل بس ما يأكل قبل ما يدعك عينه يخسل إيده بالماء والصابون بس المطاهرات وزيادتها وكترتها دي حاجة مش كويسة بتقضي على الميكروبات الطبيعية اللي إحنا محتاجين لها في الوقاية من الأمراض عموما وشكرا جزينا لكم كل سنة وتطايبين موسيقى 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 شكرا